السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي التلاميذ في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم أنا الأستاذ أحمد الطيف في هذا الدرس المواجه للتلاميذ السنة الأولى ثانوي والمتمثل في تطبيقات دعما في اللغة العربية وتحديدا قسم البلاغة هذا الدرس عبارة عن تطبيقات سيتم الإجابة عنها بوسطة الهاتف أو الحاسوب يعني أنك سوف تدخل إلى الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو أو في أول تعليق تضغط على ذلك الرابط تظهر لك هذه الصفحة من ثم تبدأ في الإجابة على النحو التالي أولا تكتب عنوان البريد الإلكتروني لماذا؟ لأنك عندما تكتب عنوان البريد الإلكتروني أستطيع أن أرسل إليك الإصلاح مباشرة بعدها تنطلق أو تشرع في الإجابة عن الأسئلة الواردة في هذه التطبيقات ومنها أولا عين أركان عملية التخاطب في هذا المثال المثال قال امرأ القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدللي وإن كنت قد أزمعت يا صرمي فجملي أفسر هذا البيت الشاعر امرأ القيس إذن يقول لفاطمة حبيبته مهلا يا فاطمة بعض هذا التدللي يكفيك من التدللي ويكفيك من احتقاري يا فاطمة وإن كنت قد أزمعت يا صرمي فجملي يعني إن كنت ترغبين في صرمي أي في هجري وفي خلعي والابتعاد عني فكوني حسنة جميلة ولا تكوني قاسية متشددة إذن سوف نجيب عن هذا السؤال أي تحديد أركان عملية التخاطب انطلاقا من هذه العملية سنجيب عن الباث المتقبل الرسالة اللغة القناة والمقام طريقة الإجابة عن هذا السؤال على النحو التالي سوف تختاروا إذن واحدة من هذه طبعا الباث من هو امرأ القيس فاطمة يطلب الشاعر كذا اللغة العربية ما هي يعني ما هي الإجابة الصحيحة في هذا كل بعد ذلك تمر إلى السؤال الثاني حدد أركان عملية التخاطب فيما يلي يقول الله عز جلاله في محكم التنزيل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق الله العظيم إذن سوف تجيب هنا ستكتب أركان عملية التخاطب إذن الباث ووا 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 وسوف تقول وستجيب عنهم يعني الواحدة تلو الأخرى حبذا لو تضعون إذن سلاش أي هذا الخط الماء بين كل ركن من أركان عملية التخاطب والآخر السؤال الثالث وظيفة اللغة الأساسية هي طبعا درسنا وظائف اللغة الأساسية وقلنا إذن وظيفة اللغة الأساسية ما هي هل هي كذا أم كذا تلاحظون هنا إن لم أجب فإن فانك لا تستطيع أن تواصل الاختبار إذن عليك أن تجيب حتى وإن كانت الإجابة خاطئة فلا بأس إذن ما هي وظيفة اللغة الأساسية ستكتبها هناك السؤال الرابع كون جملة تكون فيها وظيفة اللغة وظيفة جمالية شعرية إذن لدينا وظيفة اللغة الأساسية هي كذا وكذا ولدينا وظائف ثانوية للغة وهي ثلاث وظيفة تعبيرية تأثيرية جمالية شعرية إذن ستكون جملة تكون فيها وظيفة اللغة جمالية شعرية ويمكن أن يرد هذا السؤال في الاختبارات أضع علامة صحفي الخان المناسبة أبين وظيفة اللغة الثانوية في كل مثال ويمكن أيضا أن يأتي مثل هذا السؤال في الاختبارات بل في الغالب دائما ما يكون موجودا إذن يقول الأديب أحمد عمر السيد رفقا يا ساكن القلب بالروح التي عزة النفس كل ما في يديها إذن الوظيفة التعبيرية أم الوظيفة التأثيرية أم الوظيفة الجمالية طبعا لكي تحدد الوظيفة الثانوية تنظر فيما درسنا فيه هل هي متصلة بالرسالة أم متصلة بالباث أم متصلة بالمتقبط وهكذا سوف تحدد الوظيفة يقول زياد بن أبي سفيان طبعا أعتذر هنا تنقص أليا أنا الفارس المشهور يوم الوقائع بحد حسام في الجماجم قاطع طبعا ستختار إجابة واحدة من هذا بعدها تمر إلى السؤال السادس وهو على النحو الثاني شاهد مقطع الفيديو التحفيزي ثم حرر فقرة توظف فيها عمليتي تخاطب يكون مقام الأولى التوبيخ ومقام الثانية النصح والإرشاد طبعا ستشاهد هذا الفيديو التحفيزي شاهده بتماعون ثم تخيل قصة انطلاقا من ذلك الفيديو حرر بها فقرة توظف فيها عمليتي تخاطب يكون مقام الأولى التوبيخ ومقام الثانية النصح والإرشاد طبعا من خلال الفيديو سوف تتبينون ذلك وستكون الإجابة يسيرة بإذن الله أسؤال السابع والأخير وهو على النحو التالي أي من هذه العناصر يعتبر من عناصر المقام؟ طبعا عند دراستنا لأركان عملية التخاطب تبين أنها ستة عناصر وأركان أو عناصر المقام كذلك هي ستة عناصر هنا قدمت بعضها والبعض الآخر خاطئ أنت ستختار العناصر التي تعد عناصر مشكلة للمقام هل أنها الزمان؟ حالة المتكلم؟ حالة الطقس؟ اللغة؟ أم العلاقة بين السامع والمتكلم؟ طبعا قلت يمكن أن تختار أكثر من إجابة عن هذا السؤال بعد ذلك تضغط على زر إرسال ستأتيني الإجابة وبعدها أصحح وأرسل لك طبعا العدد الذي تحصلت عليه من عشرين طبعا تلاحظون كل سؤال فيه مجموعة من النقاط وتأتيك الأجوبة الصحيحة طبعا في ختام هذا المقطع إن أعجبتكم هذه الفكرة سنواصلوا الاشتغال بها في بقية فروع اللغة العربية من نحو ومقال أدبي وكذلك إن رغبتم أن ننشر هذه الفكرة في بقية المستويات يعني ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي، رابعة ثانوي طبعا أكتبوا ذلك أسفل هذا الفيديو في تعليق وهذه المسألة متصلة طبعا بتفاعلكم أو بمدى تفاعلكم مع هذه الحصة يعني إن وجدتوا إقبالا على الإجابة عن هذه التطبيقات بهذا الشكل طبعا سوف تكون المسألة دورية ودائمة وأعتقد أنها ستكون مفيدة للغاية لكل تلميذ يبحث عن التميز بإذن الله هكذا نصل إلى ختام هذا المقطع تحية لكم أسفل هذا الفيديو تجدون رابط هذه التطبيقات للإجابة عنها طبعا تكتبون البريد الإلكتروني وتحاولون التركيز في الإجابة وسيصلكم الإصلاح مع درجاتكم أو أعدادكم المتحصل عليها وشكرا لكم مجددا إلى اللقاء بالتوفيق والنجاح